السلام عليكم الفترة التي تعيشها هذه فترة انتقالية فترة كل حرجة لماذا؟ لأنه في الضبط كأن شخص يمشي بطريق و لا يعرف ماذا قدامه أريد أن يسأل الذي ذهبه قبله يأتي شخص طريق صعوب و مزعج يقول لك أن شخص طريق سهل و أنا طلعت عبارة أصلا البطارية تهبط عندك و تخاف يرأي لك شحن بطارية كيف يأتي هذا الشحن؟ أنه تمارس أول شيء حياتك الطبيعية يعني عندما انتعبت من القراءة أنا لم أساجن نفسي ترى أنا لم أساجن نفسي تعبت من القراءة خلت دب الكتاب أروح أرتاح أروح أزور أصدقائي أطلع شوية أقعد معي أهلي أشوف تلفزيون موبايل قافلة أنا مساجن نفسي لا أفتح موبايل شوية أشوف ما حصل بالدنيا بالآخرة جاءت من الرسائل فهذا شغلة الشغلة الثانية أنا عندما قرأت مادة كل مادة قرأتها ماذا سأعرف نفسي أنا مسيطر عليها أو لا ماذا سأفعل هذا مالته؟ تعرفون ماذا سأفعل مالته؟ سأفتح الملزمة البزارية وأبدأ أحل سأزيد الثقة بنفسك أولا وطبعا يفتكتك ورب العالمين هي الأعلى فالقلق أطرد من حياتك كل ما يعني الآن إذا أريد أقول لك مثلا أريدك تخاف وتقلق وترجف مدخلي ماذا سيحدث بك؟ هذه حالة سلبية وإيجابية طبعا سلبية وطيحة فأتخماتين فأنت لازم تطرد هذه الحالة لا تتحدث عن نفسك أنا سيطرة عن مخايف وعن الزين حتى أقلل التوتر من عندي وأكون طبيعي وأنا مارس حياتي الطبيعية كما قلت لا تخاف لا تقلق مستقبلك قدامك إن شاء الله وكلها سيحدث تحياتك